هذه أحاديث النبي وهادي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظلماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رواه أهل الحديث بصحة وبيان علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام و أخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم و نقول لكم بمناسبة شهر رمضان المبارك تقبل الله طاعتكم و تقبل الله مننا و منكم هذه الأعمال الصالحة و تقبل الله منكم هذا الصيام و هذا القيام و هذه الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك و نقول لكم عساكم من عوادة و أسأل الله سبحانه و تعالى أن ينفقنا و إياكم لمرضاته و طاعته في هذا الشهر المبارك و سنتناول بإذن الله سبحانه و تعالى في هذا الشهر كتاب الصيام من كتاب صحيح الإمام مسلم فكونوا معنا ثماري معدودة و نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية أهلا و سهلا بكم أخواني الكرام و أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل و بعد أن استمعنا لهذا الحديث و هذا الحديث هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك و تعالى بقوله باب في تأخير السحور و لنزال معكم في كتاب الصيام من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك و تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية و في لضع أنس بن مالك رضي الله عنه و عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قام إلى الصلاة قال أنا سقلت لي زيد كم كان بين الأذان و السحور إذن هذا لف آخر يبين يعني يسأل كم كان بين الأذان و ما بين السحور ما بين أذان الفجر و ما بين السحور النبي صلى الله عليه و سلم كم كان الوقت ربع ساعة نص ساعة ساعة طبعا في هذا الوقت يعني لم يقدروا هذا الوقت على وقتهم لكنهم قدروه ب قدر خمسين آية قال أنس قلت لي زيد كم كان بين الأذان و السحور قال قدر خمسين آية إخوات الكرام أخوات الكريمات في هذا الحديث يتبين لنا أن السحور هو سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه و سلم والسحور من السحر و قيل من سحر الليل آخر الليل والسحور في هذا الوقت يكون في آخر الليل يأكل الصائم شيئا من الطعام و الشراب يتقوى بذلك على عبادة عظيمة في يومه الآخر في صيامه لهذا اليوم لأنه مقبل على عبادة عظيمة هي الصيام و الامتناء عن الطعام و الشراب و مقبل على كثة الذكر و على أداء الفرائض الفجر و الظهر و العصر ثم المغرب و كذلك مقبل على قراءة القرآن و ختم كتاب الله عز وجل و كذلك إذا كان يعمل في عمله فلا شك أن هذا كله يعني يستفرق طاقته فلابد من الاستعداد لهذا الصيام بالسحور فهنا يتبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على اقتفاء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما يرونه و في كل شؤون حياته صلوات الله وسلامه عليه من العبادات و الطاعات و كانوا حريصون على أشد دقائق عبادات النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مع زيد بن ثابت والسحور هو تناول الطعام قبل دخول الفجر و قبل أذان الفجر لمن نوى صيام هذا اليوم فهنا سأل الحاضرون أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الوقت ما بين الأذان و ما بين السحور فأجابهم بأنه كان بقدر قراءة خمسين آية وهذه على قراءة يعني على قدر قراءتهم المعتادة قراءة الترتيل و قد يكون هذا يعني بحدود ربع ساعة مثلا عشر دقائق ربع ساعة إلى ثلاث ساعة بهذه الحدود وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتسحر في آخر وقت من الفجر حاليا هناك من يتسحر قبل ساعتين ثلاث أربع نقول لا بأس المسلم أن يتسحر لكن إذا أردت أن تصيب السنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فافعل كما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الأخير قبل أذان الفجر وهذا الحديث فيه فوأة كثيرة أخوات الكرام أخوات الكريمات سنة فلنحرص على سنة السحور نعلم زوجاتنا وأولادنا ونبين لهم الحكمة من هذا السحور قال بعض أهل العلم أن المسلم عندما ينام ويستيقظ بالليل يصلي ركعتين أو يصلي الشفح والوتر أو يقيم الليل وكذلك يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هذا الثلث الأخير من الليل ينزو الله تبارك وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيه أعلمه مستغفر فأغفر له إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فضيلة عظيمة فأنت تدرك هذه الفضيلة أيها المسلم وتحرص عليها حيث أن فيها أجر عظيم كذلك في السحور مخالفة لأهل الكتاب حيث أنهم لا يتسحرون لذلك أمرنا بالسحور أيضا في هذا الحديث فيه الاجتماع على السحور أنت والأسرة تجتمعون على طاعة الله عز وجل وعلى أكل هذا الطعام أيضا يقال أن أوقات الغفلة تزداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى فالناس تكون نائمة والناس غافلة وأنت تقوم نشيطا في هذا الوقت تدعو الله عز وجل تصلي ركعتين توتر تذكر الله سبحانه وتعالى وتتسحر وأيضا تتهيأ لصلاة الفجر أسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين موجه متفرعد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر